بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله نتكلم على دائرة التوالي الكهربائي معنى هذه الدائرة لما يكون عندنا أكتر من مقاومة ومتوصلة مع بعض على التوالي بهذا الشكل فهي الدوائر التي يمر في كل جزء من أجزائها التيار نفسه بمعنى لو عندنا هذه الدائرة فيها مقاومة أولى ومقاومة ثانية ومتصلة مثلاً ببطارية هكذا تمام لو نكمل الدايرة إذن هنا البطارية هنا القطب الموجب وهنا القطب السالب فالتيار يطلع من الموجب لاحظ كده أنه التيار هنا ماشي في السلك يدخل في المقاومة الأولى ثم يخرج منها ثم بالتتابعة يدخل المقاومة الثانية ثم يخرج منها لاحظ كده أن نفس التيار الذي دخل المقاومة الأولى هو نفس التيار اللي دخل المقاومة الثانية إذن هذا التوصيل يعتبر توصيل توالي يعتبر توصيل توالي اللي يميز التوصيل التوالي إن التيار ثابت لا يتغير بينما الجهد يتوزع بمعنى لو أنا عندي البطارية مثلا 9 فولت لو البطارية 9 فولت هتلاحظ كده إن الجهد الأول على المقاومة الأولى زائد الجهد الثاني على المقاومة الثانية يشوي 9 فرضا مثلا ممكن يكون هذا 4 فولت ممكن يكون هذا 5 فولت يمكن المجموعة 9 فولت إذن عايز أقول إن الجهد يتوزع على المقاومات ولو كانت المقاومات متساوية فإن الجهد يكون متساوى عليها لو كانت المقاومات متساوية لو كانت غير متساوية فإن خلاص V مصدر اللي هو جهد البطارية يساوي مجموع الجهود على المقاومات تمام طيب ده بالنسبة إلى يعني إيه معنى كلمة الدائرة التوالي وما يميزها أهم شيء في دائرة التوالي نحن نحسب المقاومة الكلية للدائرة وإحنا بنسميها المقاومة المكافأة للدائرة قانونها سهلة جدا المفروض نجمع كل المقاومات نجمع كل المقاومات إذن لما تجمع كل المقاومات فبالتالي إنت بتحصل على المقاومة المكافئة بالتالي المقاومة المكافئة هتكون أكبر من أي مقاومة مفردة لأن المقاومة المكافئة هي مجموع المقاومات فبالتالي قيمتها بتكون كبيرة أكبر من أي مقاومة موجودة في الدائرة هنا أيضا قلنا هذه المعلومة قلناها أن الهبوط في جهود المقاومة المكافئة يساوي مجموع الهبوط في جهود المقاومات جميعها لإن المقاومة الكافة تساوي مجموع المقاومات بمعنى أن الجهد المصدر هيساوي التيار الكل مضروف في مجموع المقاومات أو مضروف في الغ velocidade مضروف في المقاومة المكافأة ده بالنسبة إلى معلوماتنا عن دائرة التوالي الكهربائي تعالوا نشوف كده سؤال عليها طبعاً هنا الدائرة الدائرة هنا دائرة التوالي لأن هنا طبعاً ده موجب القطب الموجب ده هذا القطب السالم شوف التيار يطلع من الموجب يدخل في المقاومة 2 أوم ثم 5 أوم ثم 3 أوم ويطلع تاني مرة أخرى ويكمل الدورة بتاعته حتى يدخل إلى البطارية مرة أخرى عندنا أيضاً هنا أميتر اللي هو بقس شدة التيار طبعاً متوصل أيضاً توالي في الدائرة هنا الجهد 9 فولت طيب إيه المطلوب عندنا؟ جالك احسب فرق الجهد بوحدة الفولت بين طرفين مقاومة 5 يعني احسب الجهد إلا على المقاومة 5 المفروض نحسب الأول طبعاً أي جهد من قانون أوم أي جهد أي جهد هيساوي إيه؟ هيساوي التيار ضرب المقاومة التيار ضرب المقاومة ده بصفة عامة ده قانون أوم طب أنا عايز الجهد على المقاومة 5 لو قلت مثلاً في 5 سميته الجهد على المقاومة 5 هيساوي التيار اللي مش في المقاومة 5 ضرب المقاومة 5 هي 5 أوم يعني 5 أوم طيب حسناً نميزها طبعا أسهل طريقة لأحنا نطبق قانونه أنا عايزي الجهد على الخمسة أو إذن هيساوي التيار اللي ماشي فيها ضرب الخمسة أو طيب التيار اللي احنا هنا الكلي كام الدائرة طيب طيار الكلية بتاعة الدائرة بيساوي كام المفروض بيساوي الجهد الكلي على المقاومة الكلية الاي الاي كلي للدائرة هيساوي البي كلي للدائرة قسمة الار كلية او المكافأة للدائرة هتلاحظ هنا الجهد الكلي كام تسعة فولت جهد المصدر طيب المقاومة الكلية هتلاحظ ان هنا المقاومات الثلاثة متوصلة على التوالي اذن اتنين زائد خمسة زائد ثلاثة المجموع كام عشرة. إذن المقاومة المكافأة عشرة قوم. المقاومة المكافأة عشرة قوم. فيكون التيار هيساوي تسعة قسمة عشرة. يعني بساوي زيرو بوينت تسعة أمبير. هذا مقدار اللي ايه? التيار. نرجع بقى عشان نحسب الجهد. إذن الجهد هيساوي التيار المار اللي هو زيرو بوينت تسعة أمبير ضرب بقيمة المقاومة اللي هي خمسة أمبير. إذن طبعا خمسة في تسعة بخمسة واربعين ومعاك البوينت يبقى إذن الناتج أربعة بوينتكام خمسة فولت هذا هو الناتج إذن فركة المسألة حسبنا المقاومة المكافأة ثم حصلنا على التيار الكل اللي هو نفسه اللي مر في كل المقاومات فحسبنا جهد المقاومة خمسة هيسوي التيار اللي ماشي فيها ضرب قيمة المقاومة اللي الموجودة معاك اللي هي خمسة أول ده باختصار شديد كان حال هذه المسألة إن شاء الله المفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته